السلام عليكم تعالوا نعمل مع بعض كفتة الحاتي بس هنعملها بطريقة سهلة كده وبسيطة جدا جدا وكمان بإذن الله مش هتكش منك وهتلاقي حجم صبع الكفتة مظبوط معاك اول حاجة معايا كده حوالي كيلو من اللحمة المفروم ياريت يكون مفروم كويس جدا وبيبقى عليه يعني حوالي 100 جرام كده او اقل او يعني زي ما تحبي من الدهن هو بصراحة بمسك الكفتة معاك وبيخلها مظبوطة جدا بعد كده معايا بصلة على حسب بقى اللحمة اللي انت هتعمليها معايا بصلة وصل كده ضربها في الكفة يعني شوية وتمام على كده طبعا معايا الخضرة بتاعتي شوية من الكزبرة الخضرة على شوية من الشبت اخدت بس اللي هو الورق ما اخدتش العدان عشان ما يبانش معاك بعد كده معايا التوابل بتاعتي اول حاجة موجودة معايا كبارة ناشفة معايا فلف الأصمر معايا كامون شطة معايا توابل الكفتة وكمان معايا الملح ومعايا معلقة صغيرة من بيخلي الحجم سابت جدا جدا وكمان معايا معلقة كبيرة من الدقيق طبعا السر كله في معلقة الدقيق ومعلقة البيكينج بودر الدقيق بيخلي الكفتة متماسكة جدا جدا وما تفكش معاك كمان البيكينج بودر بيخلي الكفتة بتاعتك حجمها متضاعف ما بيخليهاش تكش منك يعني بعد كده هبتدي ان انا اعجنها بايدي كده يعني شوية الطريقة دي بتبقى سهلة وبسيطة وكمان بتبقى حلوة لو عملتيها بايديك بالشكل ده كده هتاخد معاك عجن حوالي 5 دقايق وهسيبها ترتاح معايا حوالي من 5 دقايق كده ل7 دقايق وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني بعد كده جبت الصينية اللي انا هعمل فيها طبعا هنعمل بقى في الفرن ومش هنعمل على الشوية ولا الفحم ولا الكلام ده ومش هنعكعك الدني بس كده عملتها معاكو طبعا قبل كده على الفحم وكانت جميلة جدا جدا بعد كده جبت الخضار بتاعي اللي تحبيه اللي تفضليه طبعا وببقى طعمه تحفة في الاخر رشت كده رشة بسيطة من الفلفل الاصمر ورشة من الملح وهعملهم بايدي كده يعني عشان قدلهم يعني خلطة بسيطة كده وخلاص على كده وجبت شوية من الكزبرة الناشفة اللي معايا الكزبرة الخضرة اسفة وخلاص على كده بقى ورشة زيت عش ونبتدي بقى ان احنا نصبع الكفتة بتاعتنا ونسيبها برضو شوية ترتاح بصراحة الخلطة اللي بتبقى تحت الكفتة بتبقى يعني ما تتخيرش عن الكفتة بالزبط طعمها ببقى تحفة بجد بالشكل ده كده هبتدي بقى ان انا صبع الكفتة بتاعتي جبت معايا حوالي 3 معالق كبار من الزيت مهم جدا جدا انك تدهيني ايدك بالزيت كده وانت بتصبع الكفتة اولا لسببين السبب الاول ان الكفتة بتلزق في ايدك ومش بتتصبع معاك كويس وهتلاقيها بتتفكك منك ومش هتبقى شكلها لطيف خالص في النهاية يعني مش هتعرف تتحكم فيها بمعنى صح تاني حاجة انت بتسمغي او بتديلها كده شكل من الزيت بسيط من بره وبحيس لما بتيجي اتحمريها او تاخد لون وكده فبتبقى معاك حلوة بتديلها لمعة جميلة جدا جدا ومشاء الله في النهاية تبقى الشكل والطعم والريحة بجد يستهل بقوكم بالهانة والشفة بقى الكل اللي هيجربها وهيجرب الطريق دي تحفة بجد بس كده ده كان اول صبع معايا طبعا شايفين الحجم بسم الله وكمان هتبضل صبتة معايا تعملي كده صبع الكفتة يبقى ما لمركزه وكمان اللي ياكل ياكل ويجبع بالهانة والشفة بس اعمل معاكم كمان صبع بالشكل ده كده ممكن طبعا انك تعملي تسياخي على السياخ اللي هي الحديد المعدن ديت او ممكن تسياخي على على معلقة موجودة عندك او على عدد الشيش طوق اي حاجة موجودة عندك مش هتقول لا يعني كله شغال باذن الله بس انا حبيت اعملها بالشل ده طبعا لو هسياخيها على حاجة هتبقى نفرغة معاك من جوه وباذن الله يعني هتكي نفس النتيجة بالشكل ده كده وكمان حجمها هيبقى حلو جدا جدا خلاص كده بالشكل ده يعتبر انا خلصت وشايفين يعني ما شاء الله شكلها من بره حلوة جدا جدا ومتمسكة في بعضها وكمان اللي هلامع كده حلو هنتبقى بقى كده شوية لحد ما اخلص الكمية او هسيبه شوية بقى في تلاجة هتاخد معايا كده حوالي ربع ساعة طبعا كنت عاملة عاملها يعني للفطار وكده فهسبه حوالي ربع ساعة كده وقبل المغرب بإذن الله هطلعها وعملها ووريلكم شكلها في النهاية عامل ازاي تعالوا بقى نعمل رز المطاعم او الرز بالكاري اللي بناكله جنبها بتبقى بصراحة تحفة جدا جدا ويعني مش مستهل ان احنا نروح ونكلف نفسنا ونجيب وجبة من بره في ظل الظروف اللي احنا فيها دي الوضع ما ببقاش سامح خالص ان احنا نجيب حاجة من بره كل حاجة نعملها بأيدينا في البيت فبإذن الله تبقى انضف واوفر ويضمنها لأكل اللي انت بتعمليه لأولادك اول حاجة جبتها كده معلقة من السامنة كبيرة او من الزبدة اللي انت تحبيه وتفضليه يعني الموجود عندك بعد كده جبت واحدة من الاريدان ومعايا كمان اتنين فاص من الحبهان ومعايا كمان اتنين ورق لورة لو انت بتحط بقى اللي هو اللمون المجاف تمام جدا يعني بس انا ما بحبوش قد كده فمحططوش وكمان هحط معايا الكباب صيني وكمان هنحط معلقة كده من الكاري على الكركم على توابل الفراخ دي لها نكهة حلوة جدا جدا وبسيطة كل ده يعني هنقلبه ببعض كده لحد ما يضع له ريحة وبعدين ننزل بمعلقة من الصلصة صلصة الطماطم او لو عندك يعني قطشة بحبك تستخدميه فبيبقى حلوة جدا جدا خلاص كده طلع لهم ريحة لو انت حابة بقى تبشر بشرة كده من آآ آآ حبة آآ جسططيب تمام جدا بس بعد كده بقى هنزل بالرز بتاعي وخلاص طبعا المقطع قنفصل مني فبعتزل آآ طبعا انا استخدمت آآ الرز بتاعي وحطيته بالشكل ده كده الرز المصري بتخديله عقدتين من الطبع كده والرز البسمتي عقدة واحدة وتمام كده خلاص كده خلاص خلصنا بسم الله ما شاء الله بالهنة والشكل كل اللي اكله وكل اللي هيجرب حلوة جدا جدا شايفين كمان الكفتة بتاعتي طلعة بسم الله ما شاء الله حاجمها سابت زي ما هو واللون جميل ومتضعفة ما كشيتش مننا والدوة طعمها جميل جدا جدا كمان كانت طرية معايا كده ما كانتش شدة ومسكة بعضها لأ بصراحة كانت جميلة جدا اتمنى تجربوها وكمان بقى تقدر تقدمي جنبها آآ شوية صلاطة شوية بطاطس بقى وحمرين ويبلهنة والشفة ما تنسوش اللايك كلام